قالوا زمان ان المتشائم بيعجز بسرعة ويموت بادري والمتفائل بيعجز بشويش ويعيش اكتر هل الكلام دوه علمي ولا لا اهلا بكم في تيك توك يا حكاية في فيلم الممثلة الشهيرة من اشهر الممثلات في العالم مارلين مونرو سنة حوالي 1951 اسمه As Young As You Feel يعني انت شباب زي ما انت حاسس انت شباب قديل الكلام دوه اثبتته الابحاث في العقد اللي فات فيه بروفاسور اسمها روز ان كني من انجلترا تخصصها ان هي تعمل ابحاث في العجز في السل ايجينج ازاي الناس بتعجز جينات العجز ويهي اليونيفورسيتي جامعة ييل في امريكا وابحاث تانية كتير قوي في مجال الايجينج العجز السريع والبطيء والجينات واسماءها واكتشافات رهيبة وجدوا اني لو انت فاعل متفائل خلايات فيزيولوجيا فيزيولوجيكلي بتعجز بشويش ولو انت متشائم الاسترس هورمون بيعلى والجينات تركبها الجيني بيتغير بتعجز اسرع بكتير لدرجة والاعمار بيد الله طبعا بيقول الفرق قد يصل لسبع سنين ونص المتوسط وفي بعض الناس عشرة خمستاشر سنة انت متفائل ولا متشائم هسيب لك السؤال دوة جاوبولي عليه في التعليقات تكتوكاية